حياكم الله وإلى التفاصيل قتل مطلوب وأصيب آخر بجروح أثناء مداهمة أمنية في لواء الشوبك التابع لمحافظتي معا وبحسب بيان مشترك من مديرية الأمن العام وقوات الدرك فإن قوة أمنية مشتركة من الأجهزة الأمنية وبناء على معلومات استخباراتية توجهت عصر اليوم إلى إحدى المزارع الواقعة ضمن اختصاص لواء الشوبك لضبط أحد المطلوبين من جنسية عربية والمطلوب لانتمائه لجماعات إرهابية حيث بادر فور مشاهدته للقوة بإطلاق أعيرة نارية كثيفة باتجاههم وتم على الفور تطويق المنطقة من قبل قوات الدرك للسيطرة عليه وإلقاء القبض عليه وأضاف البيان أن المشتبه به رفض الاستسلام واستمر بإطلاق الأعيرة النارية باتجاه القوة حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وتمكنت القوة الأمنية من إصابته وقتله وضبط سلاح ناري أوتوماتيكي بحوزته إضافة إلى كمية من العتاد الحي وتابع البيان أنه جرى ضبط شخص آخر يقتن معه داخل المزرعة وقد بشرت أعمال التفتيش والتمشيط للمزرعة للبحث عن كل ما يخالف القانون أصدرت محكمة أمن الدولة بهيئتها العسكرية اليوم أحكامها على المتهمين بما يعرف بخلية إربدا الإرهابية الأحكام على أفراد الخلية البالغ عددهم 21 إرهابيا تراوحت ما بين الإعدام شنقا حتى الموت والحبس لمدة ثلاث سنوات تفاصيل أوفا في التقرير التالي بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على إحباط أجهزة المخابرات العامة مخططا لعملية إرهابية كان يسعى عناصر تابعين لعصابة داعش الإرهابية لتنفيذها في محافظة إربد والتي عرفت بخلية إربد الإرهابية أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم أحكامها على المتهمين بمحاولة تنفيذ العملية الإرهابية خلال جلسة علنية حيث قضت الهيئة العسكرية الحاكمة لدى أمن الدولة بإعدام خمسة من المتهمين شنقا حتى الموت وبالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة لثلاثة متهمين ووضع ثمانية متهمين بالأشغال الشاقة عشر سنوات وحبس أربعة متهمين لمدة ثلاث سنوات بعد تعديل وصف التهمة الموجهة إليهم لبيع أسلحة نارية دون ترخيص عناصر وأركان التهم المسندة للمتهمين والتي استندت المحكمة إليها في إصدار أحكامها على عناصر الخلية الإرهابية جاءت على النحو التالي إذن هي أحكام بحق من خططوا للنيل من أمن ورفعة الوطن وسلامة مواطنيه إلا أن بنادق الحق التي رفعها بواسل وحمات الوطن في وجه الإرهاب كانت هي الأقوى والأحكام الصادرة اليوم بحق هؤلاء الإرهابيين هي بمثابة استرداد حق الشهيد راشد زيود وخمسة من زملائه الذين حملوا أرواحهم على أكفهم وأحبطوا هذا المخطط الإرهابي رافعين اسم الأردن عالياً في سماء الأمن والأمان تمكن العاملون في إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كميات من المواد والحبوب المخدرة والقبض على مروجيها خلال حملات دهم وتفتيش نفذت منذ بداية الأسبوع الحالي في العاصمة عمان وفي محافظات الزرقاء والبلقاء ومأدبة وإربدة والكرك مديرية الأمن العام أكدت إحالة كافة المقبوض عليهم في تلك القضايا إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة بعد انتهاء التحقيقات معهم موضحة أن عمليات الضبط تمت في إطار حملات مكسفة شنتها إدارة مكافحة المخدرات لملاحقة وضبط كل من يقوم بترويج المواد المخدرة بين فئات المجتمع سلم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة دعوة من جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحضور القمة العربية المزمع عقدها في عمان أذار المقبل جاء ذلك خلال لقاء جمع جودة مع الرئيس الفلسطيني في مقر الرئاسة بمدينة رامالة المحتلة تفاصل اللقاء في التقرير التالي دعوة من جلالة الملك عبد الله الثاني لحضور القمة العربية القادمة المنوي عقدها في أذار من العام المقبل هذه الدعوة سلمها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقاء جمع بينهما في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رامالة المحتلة تشرفت قبل قليل بنقل رسالة خطية من سيدي صاحب الجلال الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم إلى فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين تتضمن دعوة جلالة الملك لفخامة الرئيس للحضور والمشاركة في القمة العربية القادمة التي سيستضيفها الأردن في نهاية شهر أذار القادم وطبعا تعلمون بأنه أمر أساسي في أي قمة ولكن في هذه القمة تحديدا هو القضية الفلسطينية التي يقول جلالة الملك دائما بأنها القضية الأبرز هو القضية الأكثر مركزية جودة أكد عقب اللقاء أن دعوة جلالة الملك لعباس لحضور القمة تأتي لأن القضية الفلسطينية لطالما كانت على رأس أولوية القمم العربية السابقة لكن هناك خصوصية لهذه القمة فيما يتعلق بفلسطين وقضيتها مشيدا بالانتصار الأخير الذي حصدته فلسطين بمجلس الأمن فيما يتعلق بالقرار الذي يدين الاستيطان ويعتبره غير شرعي الذي صدر الأسبوع الماضي لا شك بأننا قبل أيام شاهدنا لحظة تاريخية بتبني مجلس الأمن بالقرار التاريخ الذي يحرم الاستيطان ويعتبره مخالف للقانون الدولي أنا أعتقد هذا من أهم القرارات التي اتخذوا مجلس الأمن عبر تاريخ القضية الفلسطينية وزير الخارجية الفلسطينية دكتور رياض المالكي أكد على التنسيق الدائم والمشترك وعلى كفة المستويات بين الأردني وفلسطين وقيادتيهما مشيرا لأن لقاء جودة وعباس تطرق للحديث حول الخطوات اللاحقة لقرار مجلس الأمن الأخير إضافة لمؤتمر السلام الدولي المنوي عقده في باريس مطلع العام المقبل الأخ ناصر جودة والوفد المرافق له هنا في فلسطين نقل تحيات بتلك المحطة التاريخية التي تمت من خلال تمرير القرار في مجلس الأمن تحدثنا في ذلك تحدثنا في الخطوات اللاحقة تحدثنا في ضرورة التنسيق المشترك في الكثير من القضايا وتحدثنا في مؤتمر الدولي للسلام في باريس في الخامس عشر من يناير لقاء أردني فلسطيني جمع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربي ناصر جودة برئيس الفلسطيني محمود عباس كان أبرز ما فيه هو تسليم عباس دعوة لحضور مؤتمر القمة العربية المقبلة المنوي عقدها في البحر الميت في أذار من العام القادم من مقر الرئاسة الفلسطينية في رمال المحتلة حافظ أبو صبرة رؤية أنهت وزارة التربية والتعليم كافة الاستعدادات اللازمة لتركيب أجهزة تشويشا على الهواتف النقالة والسماعات اللاقطة وذلك داخل قاعات امتحانات الثانوية العامة التوجيه للدورة الشتوية المقررة في الثالث من الشهر المقبل الوزارة أوضحت أن الهدف من تركيب هذه الأجهزة هو منع أي محاولات من قبل الطلبة للغش كما سيتم تزويد القاعات بأقلام يتم توزيعها على الطلبة خلال جلسات الامتحانات حيث تمنع التعليمات والأنظمة الطلبة من إدخال أقلام معهم داخل القاعات وفي سياق منفصل قرر نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات قرر ترفيع 17 ألفا وتسعة وأربعين معلما ومعلمة من الفئتين الأولى والثانية ولجميع الدرجات وذلك اعتبارا من الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول الحالي بتأكيد وزارة التربية والتعليم تعمل بالتعاون مع الأجهزة الوطنية التي ستساندها في إنجاح هذا الامتحان الوطني وعلى رأسها وزارة الداخلية ممثلة بأضروحها الرئيسية الأمن العام والدرك أيضا سيكون هناك تعاون مع أخوانا في دول المحاسبة نعم يا سيدي وزارة التربية والتعليم ستوفر أجهزة تشويش في قاعات امتحان الثانوية العامة لضبط عمليات المحافظة على هذا الامتحان وهيبته ومعالي وزير التربية والتعليم أو عزل مدريات التربية والتعليم بضرور توفير البيئة الامتحانية المناسبة لكي يتقدم أبناءنا الطلبة للامتحان بكل يسر وسر طالبت لجنة التربية والتعليم النيابية وزارة التربية والتعليم بالالتزام حرفيا بما جاء في تقرير لجنة مراجعة الكتب المدرسية لتطوير المناهج الدراسية فخلال اجتماع عقد اليوم للاستماع إلى موقف وزارة التربية والتعليم بشأن التعديلات التي ترأت على المناهج الدراسية مؤخرا شددت اللجنة على أهمية تطوير المناهج بما لا يتعارض مع مبادئ الدين والقيم التعليمية ودعت اللجنة الوزارة إلى المحافظة على العلاقة التشاركية والتعاون مع نقابة المعلمين بما يسهم بالنهوض في القطاع التعليمي الأردني من جهته وزير التربية والتعليم الدكتور محمد اذنبات أعادت تأكيد على خلو الكتب المدرسية من أي نص يتعارض مع الدين الإسلامي أوصت اللجنة بضرورة التزام وزارة التربية والتعليم بجميع الملحوظات التي وردت في تقرير اللجنة من حيث تصويب الأخطاء التي وقعت في المناهج محل الدراسة كما أوصت اللجنة أيضا بضرورة الإبقاء على إدارة المناهج ضمن جسم وزارة التربية والتعليم لأن هناك حديث على أن هذه الإدارة ستنفصل على وزارة التربية والتعليم وهذا بالنسبة للجنة التربية والتعليم ترى من الخطورة بما كان ليس الفقر فقرا في المادة ولا في العيش والملبس والمأكل هذا ما يثبته يوميا طلاب قرية البربيطة في محافظة الطفيلة فعلى الرغم من عوزهم المادي وانتعالهم أحذية وملابس رثة لا تقيهم برد الشتاء القارس فإنهم يواظبون على الحضور يوميا إلى مدرستهم التي تفتقر إلى الكثير من الأساسيات واقع قرية البربيطة التي تصدرت صور معاناة أطفالها مواقع التواصل الاجتماعي في التقرير التالي ربما منذ انتشار الصحافة الورقية والإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في المملكة لم تجتمع على صورة واحدة كما اجتمعت على صورة طلاب مدرسة البربيطة في محافظة الطفيلة مشهد حي للأحاديث التي كنا نسمعها من الأجداد والآباء عن معاناتهم من الفقر والفاق قبل عشرات السنين ما يثير تساؤلات يراها الجميع مشروعة هل الأردن فقط عمان وإربد والزرقاء وهل مدارس محافظة الطفيلة غير تابعة للوزارة بالتأكيد لو لانتشار صورهم لما كنا سمعنا عن هذه المدرسة والبؤس الشديد الذي يصيب أطفالها ويجب التأكد أيضا أن هناك الكثير من المدارس التي يعاني طلبتها معاناة طلاب البربيطة دون أن ندري عنهم يعاني الطلبة في مدرسة البربيطة الأساسية المختلطة من ظروف مادية صعبة تحول بينهم وبين شراء ما يحتاجون إليه من مستلزمات دراسية لذلك تقوم مديرية التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم بتوفير كل ما يحتاجه الطلبة من هذه المساعدات من كتب من كادر تعليمي من قرطاسي من أيضا حتى مساعدات غذائية تصرف للطلبة لذلك الطلبة بحاجة دائما إلى مساعدة مستمرة فهم يعانون من صعوبة في المواصلات أيضا فالمدرسة كما تعرفون تبدع عن الطفيلة حوالي 40 كيلو متر لذلك لا يستطيعون الوصول إلى الطفيلة إلا بصعوبة وصرفت وزارة التربية والتعليم مبلغ 30 دينارا كسوة شتوية طارئة تسلمها طلاب المدرسة يوم الأربعاء بعدما انتشرت أوضاعهم المؤسفة وأثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي اطلعت على المرافق المدرسية ما شاء الله المرافق جيدة والمياه متوافرة والكهرباء والأعداد أيضا في الصفوف أعداد مريحة ولكن هذه البيئة حقيقة هي بيئة فقيرة وتعاني من الفقر كغيرها أيضا من البيئات ليس هذه البيئة الوحيدة ولكن أحيانا عندما ينشر تقرير يظن القارئ أو المشاهد أن هذه هي المنطقة الوحيدة ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي أطلقوا حملة لجمع تبرعات إغاثية طارئة لطلاب المدرسة وذويهم يشار إلى أن رؤية كانت قد عرضت في شهر أيار الماضي تقريرا يظهر الواقع الصعب الذي يعيشه أبناء البلدة التي تقع في أحد أشد جيوب الفقر بالمملكة اطلعت لجنة فلسطين النيابية خلال زيارتها اليوم إلى دائرة المتابعة والتفتيش على الإجراءات والخدمات التي تقدمها الدائرة لأبناء الضفة الغربية المزيد في هذا التقرير ضمن اللقاءات الدورية التي تعقدها لجنة فلسطين النيابية لمتابعة الخدمات المقدمة لأبناء الضفة الغربية اطلعت اللجنة اليوم على الإجراءات والخدمات المقدمة من قبل دائرة المتابعة والتفتيش لأبناء الضفة الغربية نقاش مطول دار بين أعضاء اللجنة والمتابعة حول الخدمات المقدمة وقرار فك الارتباط القانوني والإداري وقرار سحب الأرقام الوطنية وآلية استرجاعها وتخفيف متطلبات الإقامة والإعثاءات المقدمة لأبناء الضفة الغربية وتسهيل الإجراءات على المراجعين ارتحنا لما سمعناه من عطوفة المحافظ من إجراءات تقوم فيها وزارة الداخلية ممثلة بدائرة المتابعة والتفتيش ونحن على التماس مباشر مع هذه الدائرة وأنا أقول أن اليوم الإجراءات المتبعة في دارة المتابعة والمعاملة من الموظفين في دارة اختلفت كليا إيجاز شامل لجميع المهام المناطة بالمتابعة والخدمات المقدمة لأكثر من مليون ونصف المليون ممن يحملون بطاقات الجسور الصفراء والخضراء وتقديم خدمات التجديد والتمديد ومنح التصاريح إضافة إلى سرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات وتسهيلها قدمت لهم إجاز عن مهام وعمل هذه الدائرة وطلعوا على سير الإجراءات والتسهيلات المقدمة للمواطنين وأبدو إعجابهم بهذه التسهيلات والتي كانت بتوجيهات من معالي وزير الداخلية من خلال رفض الدائرة بالكوادر الوظيفية المؤهلة والأدوات اللازمة لذلك وأيضا الحد من الإجراءات البيروقراطية مخرجات عديدة تضمنها اللقاء لتسهيل الآليات المتبعة في تقديم الخدمات من الدائرة الأم لأبناء الضفة الغربية ومنحهم التسهيلات اللازمة خاصة القادمين والمغادرين ضمن الأطر القانونية وبما يحفظ حقوقهم الفلسطينية أسامة العدوان رؤية شحنة خضار أردنية تصدر لأول مرة إلى السوق الفلسطينية مباشرة عبر جلس الملك حسين بدون أي وساطة من الجانب الإسرائيلي هذه الشحنة تعد بداية لفتح الأسواق الفلسطينية أمام منتجات الخضار والفواكه الأردنية وفقا لما قاله وزير الزراعة خالد حنيفات الذي أضاف أيضا أن الوزارة بصدد التنصيق مع جميع المصدرين والمعنيين لإزالة العوائق أمام تبادل الصادرات وفقا للرزنامة الزراعية هذا بالإضافة إلى إدامة التنصيق بين الجانبين دون تدخل الوسيط الإسرائيلي أهمية هذه الشحنة كمبادرة أو بادرة لفتح الأسواق السلطة الفلسطينية للمنتجات الأردنية وهذا حقيقة مما يعمل على الحد من الاختناقات التسويقية لهذه المنتجات ويعمل على دعم المزارع وأيضا هو فرصة للتواصل ما بيننا وبين الإخوان في السلطة الفلسطينية وإن شاء الله نستمر في هذا التواصل مبدئيا لدينا ترتيب لفتح الأسواق الفلسطينية أيضا للمنتجات المواشر الأردنية إن شاء الله بأغرب وقت وبالتنصيق مع كافة الجهات المتعلقة في هذا المجال ظروف الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة والحروب الإجرامية التي شنت عليه خلال السنوات الماضية لم تقف حائلا أمام الدكتورة الفلسطينية عبير القطاطي فبحثها الدؤوب مكنها من التوصل إلى علاج لسرطان لبروستاتا تفاصيل أوفا في التقرير التالي باحثة بدأت منذ 15 عاما من العمل قررت خلالها بأن تخرج من دائرة البحث التقليدي لتترك بصمة تمحو من خلالها ملامح المرض الأكثر انتشارا في العصر إنها الدكتورة عبير القطاطي التي توصلت إلى علاج لسرطان لبروستاتا بعد الكشف المبكر عنه سرطان لبروستاتا بالتحديد عند الرجال فتم وبفضل الله تعالى الكشف عن بعض من هذه الأحماض النووية التي تعتبر علامات مميزة لهؤلاء المرضى ومن ثم مستقبلا إذا استكملت مثل هذه الأبحاث سوف يتم الكشف المبكر عن مرض السرطان وبالتالي مساعدة هؤلاء المرضى في العلاج المبكر وبالتالي محاولات شفاءهم العاجل العقبات التي وضعها واقع قطاع غزة المحاصر لم تقف في وجه الدكتورة القطاطي فنقص الإمكانات المطلوبة دفعها لفتح آفاق بحثها في ألمانيا بهدف الوصول إلى نتائج البحث الذي آمنت بأبجدياته حتى وضعت نتائجه النهائية في نقص شديد للأدوات والمعدات والمواد الكيميائية التي تستخدم في الأبحاث وهذا مما اضطرني إلى السفر إلى ألمانيا لمتابعة الأبحاث الجديدة في مرض السرطان إيمانا منها بحاجة أبناء بلدها والعالم لإيجاد علاج لأكثر أمراض العصر فتكا بالأرواح وجدت الدكتورة عبير أن ما توصلت إليه من نتائج ستفتح باب حياة لأبناء غزة الذين أنهكتهم الأمراض والحروب وأثقلتهم هم منفرضها الاحتلال ساعات وساعات قضتها الدكتورة عبير بين مختبر وآخر لتثبت نظرية أساسها أن الإنسان يستحق الحياة وأن الله منح عباده العلماء فضلا يستحقون معه كل التقدير منعك القناة رؤيا غزة فلسطين مع منتصف هذه الليلة ستكون الأزنة السورية أمام تحول جديد في حال نجاح اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه موسكو وأنقرة فقد أعلن وزير الخارجية التركي توصل بلاده مع روسيا لخطة لوقف إطلاق النار في سوريا تشمل أنحاء البلاد كافة حيث سيبدأ العمل بها اعتبارا من منتصف هذه الليلة في الطريق إلى هنا إلى الإستانة عاصمة كازاخستان حيث يتوقع أن تحتضن مؤتمرا للحوار السوري السوري الشهر المقبل ثم تم حطات للاتفاق بدأت تكشف عن نفسها بين العواصم الممسكة بخيوط الحل للأزمة السورية التي طال أمدها فوجهة النظر بين أنقرة وموسكو بدأت بالتقارب وهذا ما عبر عنه تأكيد وزير الخارجية التركي بموافقة أنقرة وموسكو على اقتراح يفضي إلى وقف إطلاق النار في أنحاء سوريا كافة التصريحات التركية عن الاتفاق رافقها التأكيد التركي على استحالة أن يكون الرئيس بشار الأسد جزءا من أي حل سياسي مقترح ولكن نجاح وقف إطلاق النار يمهد للمفاوضات السورية السورية وزارة الخارجية الروسية بدورها لم تنفي ولم تؤكد الاتفاق ولكن الكريملين أشار إلى اتصالات متواصلة مع أنقرة لبحث وقف إطلاق النار بما يبدو أن روسيا تنتظر نتائج على الأرض خصوصا وأن التجارب السابقة لم تكن ذات جدوى بالنسبة إلى موسكو الاتفاق الذي تنتظره الحواضر السورية بأمل كبير يستثني التنظيمات الإرهابية ولكنه أيضا في حال نجاحه يشير إلى تحول سياسي غير مسبوق في الأزمة السورية خصوصا وأنه اتفاق للاعبين تختلف وجهة نظرهم مزيد من الأخبار العربية والدولية في جولتنا الإخبارية ومنها حصول حكومة الحريري على ثقة المجلس النيابي اللبناني وقتيلان في حادثا لأحد القطارات في الهند فازت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري بثقة المجلس النيابي وذلك بنتيجة التصويت الذي حصل في ختام جلسات مناقشة البيان الوزاري حيث حصلت على 87 صوتا من أصل 92 نائبا حضروا الجلسة انتشل الهلال الأحمر الليبي من على الشواطئ بالقرب من طرابلس جثث أحد عشر مهاجرا ماتوا بعد غرق مراكبهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا وقال فرع الهلال الأحمر الليبي في طرابلس إن الجثث عثر عليها في حي الأندلس ومجمع رغات السكني ومنطقة صياد الصخرية التي يصعب الوصول إليها أعلن وزير داخلية النيجر أن العشرات من مقاتلي جماعة بوكو حرام المتشددة سلموا أنفسهم للسلطات في جنوب النيجر بعد أيام من تكبد الجماعة خسائر كبيرة عبر الحدود في نيجيريا أكد فريق وزارة الطوارئ الروسية للبحث والإنقاذ في المنطقة الجنوبية أن عمليات البحث عن حطام طائرة توبوليف في حوض البحر الأسود مستمرة بلا توقف وأن الغواصين قاموا بعشرات عمليات الغطس خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية أثمرت عن العثور على مائتين وتسعة وثلاثين قطعة أشلاء وخمس عشرة جثة لضحايا الكارثة استهدف انفجار في العاصمة الأفغانية كابول عضوا بالبرلمان الأفغاني اليوم مما أدى إلى إصابته هو وآخرين كما قتل حارسه الشخصية وقال مسؤول بإدارة الأمن في البرلمان إن عضو البرلمان المستهدف عن إقليم باميان وابنه أصيبا في التفجير قتل شخصان على الأقل وأصيب أكثر من أربعين آخرين إثر خروج قطار سريع عن القطبان قرب بلدة كانبور شمال الهند وأصيب عشرات الأشخاص بسبب خروج خمس عشرة عربة من عربات القطار السريع عن القطبان وسقوط عربتان منها في مياه المصارف أبرز الفعاليات والأنشطة المحلية التي شهدتها المحافظات في الجولة التالية احتفل مركز دراسات الشرق الأوسط اليوم بتكريم الطلبة الفائزين بجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات الأردنية في دورتها الثمينة عشر لعام الفين وستة عشر في مبنى جامعة العلوم تطبيقية وتهدف الجائزة إلى تنمية المهارات البحثية لدى طلبة الجامعات من كافة التخصصات العلمية وتحفيز الطلبة على مواصلة البحث العلمي لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية وفي ختام الحفل قدمت الجوائز للطلبة الفائزين بالإضافة إلى الدروع التذكارية للشركاء الإعلاميين ومنهم قناة رؤية بلغ عدد المسجدين في هذه الجائزة منذ انطلاقتها بلغ ألفين وسبعمائة وثمانين طالبا وطالبة قدم منهم خمسمائة وتسعة وثلاثون طالبا وطالبة منهم خططا بحثية وقدم مئتان وثلاثة وثمانون طالبا وطالبة بحوثا منافسة خضعت للتحكيم ووصل عدد الفائزين بمراتب أولى مع فائزي هذه الدورة بلغ خمسة وستين طالبا وطالبة من معظم الجامعات الأردنية نظمت مجموعة أوتندباوت حملة تطوعية تحت عنوان أقل واجب وهي حملة تهدف لتقديم الشكر لرجال الأمن العام وقوات الدرك والأجهزة الأمنية التي تسهر في الشوارع للحفاظ على أمن الوطن واستقراره في مختلف الظروف الجوية وقدمت المجموعة في ساعة متأخرة من مساء أمس المشروبات الساخنة للرجال الأمن المتواجدين في الطرقات والميادين الرئيسية بالعاصمة عمان مؤكدين أن هذه المبادرة تأتي للتعبير عن التفاف الشعب خلف قيادته وأجهزته الأمنية نحن اليوم في حملة يسمها حملة أقل واجب نحن اليوم نحاول نسد شيء من الجميل باتجاه الأمن وباتجاه قواتنا العسكرية المتواجدة بكل شوارعنا حتى تحمي بلدنا وحتى تحمي المواطنين النعم اللي إحنا موجودين فيها حاليا نهاي نعم لا تقدر في ثمن هاي الفكرة كانت إنه إحنا حبينا نشارك مع الأمن والشرطة اللي إحنا بنشوفهم طول الوقت وافين لحمايتنا فأحد الأفراد عنا أطلق هاي الفكرة فمجموعة مننا بحدود عشرين شخص حبينا إنه إحنا نشارك اليوم معهم فعم نقدم لهم أهل إشي إحنا بنقدر نقدم لهم يا بها الجو البارد إن شاء الله الله يديم علينا الأمان إن شاء الله كل ياتنا من كون إيد وحدة بهذه البلد تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان سامي هلسة برفقة وفد فني من الصندوق السعودي للتنمية عددا من المشاريع التي تنفذ في محافظة الطفيلة بدعم وتمويل من الصندوق السعودي للتنمية واطلع هلسة والوفد المرافق خلال الجولة على سير العمل بمشروع في مدينة الطفيلة الصناعية والذي ينفذ بمنحة من الصندوق بتكلفة تصل إلى تسعة ملايين دولار كما زار هلسة والوفد المرافق مشروع مدرسة العيص الأساسية والتي تنفذ بدعم كامل من خلال الصندوق للإطلاع على سير العمل ونسبة الإنجاز فيه زيارتنا لمحافظة طفيلة موقع مشروع المدينة الصناعية المشروع هذا يتم تمويل بمنحة من المملكة العبية السعودية زيارتنا اليوم مع فريق فني من الصندوق السعودية للتنمية للإطلاع على سير العمل ونسبة الإنجاز مشروعنا قيمته تسعة ملايين دولار نسبة الإنجاز فيه حاليا حوالي سواء وثلاثين بالمية وحسب برنامج العمل مع مشهر ثلاثة آذار 2018 ويكون هذا المشروع منتهي اليوم الآن نحن نزور مدينة الطفيلة الصناعية والوضع جيد وتقريبا نسبة التنفيذ سبعة ثلاثين بالمية وإن شاء الله تكتمل في الربع الأول من عام 2018 وسوف نزور بعض المدارس في المنطقة وإن شاء الله يعني في مشاريع أخرى كذلك إن شاء الله لم يكن نابوليون بونابارت قد نصب إمبراطورا لفرنسا بعد عندما بدأ بنهب التحف الفنية من أوروبا برمتها لإنشاء أكبر متحف في العالم متحف اللوفر واليوم خصص معرض في روما لجميع القطع التي سلبتها جيوش نابليون من إيطاليا المزيد في هذا التقرير بين الأعوام 1796 و1814 وخلال حملات عسكرية فرنسية عدة أخذت جيوش نابليون بونابارت بعضا من أرقى المجموعات الفنية الإيطالية لعرضها في متحف اللوفر الذي كان حينها حديث النشأ وبعد خمس سنوات إثرتنا حين نابليون أعيدت الأعمال الفنية إلى إيطاليا التي استعيرت منها ويجمع المعرض نحو مئة عمل فني من بينها بورتري البابليو العاشر لرافاييلو ولوحة انتقال العذراء لتيتسيانو فضلا عن لوحات عدة لبروجينو وتماثيل قديمة وتماثيل راقدة تعود إلى عصر النهضة ومن عالم الرياضة إلى هذه المشاهد واللقطات وبلا تعليق ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع نعم